قدم قرار اللجنة التنفيذية بشط بإسحاق حلمي كان قاسي كانت قرارات اللجنة العليا قاسية جدا القرارات من الآخر كده وكأنها تجريسة مش بس هيعتذر للغلط في حقهم وقدام كل اللي حضر تجاوزاته لا ده الاحتذار نفسه حيكون بالصيغة اللي توافق عليها اللجنة العليا الصيغة اللي حتتكتب لك هي اللي حتقولها من غير حرف زائد أو حرف ناقص إذعان كامل ومش بس كده كمان الاحتذار اللي حتقدمه للأخطأت في حقهم وفي حضور كل اللي كانوا موجودين وانت بتجلط حيتعلق في لوحة النادي الموجودة في مدخله لمدة شهر يعني كل أعضاء النادي حيشهوا مش بقول لكم تجريسة خطأ إسحاق حلمي كان خطأ عظيم صحيح المحاضر ما قالتش إيه حجم خطأ إسحاق حلمي لكن قرار شطبه من عضوية النادي ثم تعديل القرار بالشكل ده بعد تقديم ملتماس يورينا إن الخطأ كان كبير ولإنه خطأ كبير كانت قرارات اللاجد العليا بحجم الخطأ قرارات حازمة قوية تحفظ للنادي هبته وتصون سمعته وتحافظ على القيم الأخلاقية وتدي درس لكل أعضاء النادي مهما كان قدرهم كان المقرر إن إسحاق حلمي ينفذ قرار اللاجنة العليا يوم الاثنين تلاتين نوبمبر 1925 لكن نتأجل ليوم الاثنين 14 ديسمبر وفي اليوم المحدد جئ إسحاق حلمي عشان ينفذ القرار تعالوا نقرأ سوا بحضر الجلسة اجتمعت اللاجنة العليا للنادي الأهلي يوم الاثنين الموافق 14 ديسمبر 1925 الساعة السادسة مساء تحت رئاسة معالي جعفر ولي باشا وبحضور كل من حضرات أصحاب العزة فؤاد أباظ بيك والسيد أبو بكر راتب بيك واعتذر حضرة صاحب السمو الأمير إسماعيل داود وفؤاد أنور بيك وقد حضر هذه الجلسة حضرات أعضاء اللجنة التنفيذية وبعض أفراد كرة القدم الذين قدموا شكواهم ضد إسحاق حلمي أفندي وقد مثل أمام هذه الهيئة إسحاق أفندي حلمي وتلالاعتذار المكتوب بمعرفة اللجنة المكونة حسب قرار اللجنة العليا بجلستها المنعقدة يوم 23 نوفمبر الماضي وبعد إمضائه من إسحاق أفندي قررت اللجنة تعليق هذا الاعتذار في لوحة النادي لمدة شهر ابتداء من تاريخه وبهذا الاعتذار عضل قرار اللجنة التنفيذية الخاص بطرد إسحاق فندي حلمي من عضوية النادي وأصبح عضوا به ثم قام معالي جعفر ولي باشا رئيس الجلسة وطلب من الحاضرين ترك ما كان هناك من سوء التفاهم وأن يعتبر الأعضاء أنفسهم بالنادي كأنهم أفراد عائلة واحدة فوافق الحاضرون على ذلك اللجنة العليا للنادي لما خففت قرار الشطب راعت تاريخ إسحاق حلمي وإنها الوقع الأولى له لكنها وهي بتراعي تاريخ وقيمة إسحاق حلمي ما فرطتش أبدا في حقوق النادي ومبادئه وأخلاقياته وده الأمر اللي صار عليه الأهلي عبر تاريخه الطويل وسبحان الله كل كم سنة بيتعرض الأهلي لأزمة كبيرة جماعية أو فردية وكأنها اختبار لمبادئه من ناحية ومن ناحية تانية بتفكر جميع الأعضاء بقيم وأخلاقيات وثوابت النادي الأهلي الأخلاق والمبادئ فوق البطولات بقيمة فوق البطولات شكرا